اشتركوا في القناة مشيرا سموه الى ان الحكومة تعتني بالتراث ومورثات الاباء والاجداد وتحرص على العناية بهما ونقلهما للاجيال لتتعرف على تاريخها وتتمسك باصالتها خاصة ونحن في عالم متسارع في تطوره وتقدمه ما يتطلب معه تبني المبادرات التي تكفل الحفاظ على هويتنا وتاريخنا وحضارتنا جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من افراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة حيث تبادل سموه مع الحضورة التهانية بمناسبة عيد الفترة المباركة فيما استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اسهامات سمو الشيخ عبد الله بن خالده الخليفة في المجالات العدلية والشؤون الاسلامية والبلدية وما قدمه من عطاء كبير لوطنه وأمته فقد هنأ سموه مع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة بمناسبة صدور الامر الملكي السامي بتعينه رئيسا للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية واكدا سموه انه خير خلف لخير سلف وخلال لقاء كذا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية العناية بالثروات الطبيعية والحياة الفطرية والعمل على تنميتها والسدامتها والحفاظ على ما تتمتع به من تنوعا باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة ونوه سموه إلى أن البحرين تبدل جهودا متواصلة للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية جنبا إلى جنب مع جهودها للتنمية والعمرانة دعيا سموه إلى الاهتمام بشكل أكبر بتنمية الانتاج الزراعي وتحقيق التكامل في مجال الأمن الغذائي وتعزيز ما تتمتع به دول المنطقة من محاصيل متميزة كالتمور وغيرها وأكد سموه ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي من خلال إيحاء القيم والعادات الأصيلة التي كانت تنبض بها الأحياء والفرجان في كافة مناطق المملكة وقال سموه إن قيم التواصل تشكل نهجا بحرينيا أصيلا توارثناه عن الآباء والأجداد وعلينا التمسك به بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ويعزز من التماسك بين أبناء المجتمع الواحد ونوه سموه بما يشهده المجتمع البحريني من تماسك وترابط له مرجعه في تاريخ هذا الوطن وشعبه وهو الذي كان ولا يزال الباعث للمزيد من الإنجازات والتطور في مختلف المجالات مستذكرا نسموه بالتقدير والعرفان دور الرجال الأوائلي وما قدموه من بذل وعطاء في سبيل تقدم الوطن والزهارة